موضوع حسين الشحات والشيبي الموقف الحالي ايه؟ هل في تطورات في هذا الملف؟ اه في تطورات المحاولات لسه قائمة في اطار السلح بين السناء هتقول لي الله مهم كانوا صالحوا بعض مش هفينهم مهم بعد ما صالحوا بعض برامج زخيات الخطوات بتاعتهم مش هفينهم موضوع رحل ايه للقضاء المدني وكل هذي الامور اللي حضر لكم عارفينها خلال المرحلة اللي فاتت لكن دلوقتي في محاولات قوية للغاية لانهاء هذه الازمة بشكل ودي بين الطرفين تمام؟ بين الطرفين والتحاد الكورة بيترقب الموقف ليه بيترقب الموقف؟ لان حسين الشحات المفروض ان هو يتحول للتحقيق او عفوا نشيبي المفروض ان هو يتحول للتحقيق لان اتحاد الكورة ما تتبعش او لجنة انضباط تمام؟ لما حولت اللاعب كان هو في امام افريقيا ليه؟ لان هو خد طريق طريق القضاء المدني بعيد عن الخطوات الخاصة بالاتحاد المصري والاتحاد الدولي الكويت القدم فبالتالي كان في لجنة انضباط محاولة للتحقيق فده ما حصلش ان اللاعب كان فين؟ في امام افريقيا فبالتالي اتحاد الكورة مترقب دلوقتي الموقف فالانضباط بتتركب الموقف لو فيه صلح تمام؟ القصة خلصت ما فيه صلح؟ هيتم تحويل الشيبي ها؟ لجنة الانضباط بمعادة جديدة للتحقيق والتحقيق ده هيصدر عنه او بعدين حتكون الناتج بتاعه عقوبة على الشيبي خلص لانه هو خد طريق القضاء المدل فدي القصة برضو في موضوع الشيبي وحسين الشحات اتمنى هو طبعا حسين الشحات غلط والغلط ركبه من ساسه الراسه زي ما بيتقال يعني ما فيهاش نقاش اي حد يقولك حسين الشحات مش غلطانه وقص غصبا عنه استفزي بقى معلش يعني معلش يعني بلاش اقول لكن غلط حسين غلط هيحصل صلح ده اللي احنا بنتمنى لانه في الاول في الاخر يا جماعة دي الرياضة ها وحسين تعاقب تبقى للليحة والنادي الاهلي عقبه والتعاد الكرة عقبه بالاقاف هتقول لي عقوبة اقول ليه لا هقولك لأسف هي دي كانت الليحة معا انه يستحق عقوبة اقوى من كده انا بارضو صريح معاك اللي كانت مطشين بين ولا وغرما مئة الف جنيه على ما تذكر يعني لما تكن تخلني لزاكرة فاتمنى ان القصة دي ان شاء الله تخلص قريب ونخلص كلنا يعني الموضوع بوخ وطول اوي فدي التفاصيل اللي علاقة ايضا بموضوع الشيبي وحسين الشحات خشيلي على اللي بعده وخليني اروح لك للنادي الاهلي ايه التفاصيل الجديدة في النادي الاهلي بالمناسبة بكرة كل اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي حيروح يزور نادي زمي كل اعضاء مجلس ادارة باستثناء اتنين بس لظروف الصفر خارج البلاد خلاص لكن كل اعضاء مجلس ادارة بكرة حيكونوا موجودين داخل نادي الزميالك في الزيارة التاريخية كلمنا عنها في بداية الحلقة لكن فيما يتعلق بالفريق الاول لكرة القدم الاهلي دلوقتي او من بكرة حيبتدي يستعد لمباراة ميديا ملغاني